هروح لأخبارنا يمكن هبتدي بكابتن راني علواني أشهد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب بدور كابتن راني علواني عوض مجلس الإدارة وتعاملها الراقي أثناء الموقف العارض الذي تعرضت له حين حضورها لاجتماع الاتحاد الأفريقي الكاف لكرة القدم في طبعا الاجتماع الأندية بالنيابة عن كابتن محمود الخطيب اللي كان متواجد طبعا في الأمراض للعلاج كابتن راني تعملت مع الموقف اللي تعرضت له في هذا الاجتماع بشكل راقي جدا جدا وبيشيد طبعا بكامل مجلس إدارة النادي الأهلي وكابتن محمود الخطيب بالموقف اللي تعرضت له وهي طبعا كابتن راني علواني من نجماتنا طبعا في السباحة وبطلة مصر حصلت على بطولات عديدة من خلال وجودها كسباحة عالمية وفي نفس الوقت طبعا كعضو مجلس إدارة سابق وعضو مجلس إدارة حالي بشكل مميز وغير كمان طبعا دراستها للإدارة الرياضية وكيفية التعامل طبعا في هذه المواقف كابتن راني علواني طبعا واحدة من بطلاتنا ونجوم مصر في السباحة ده يمكن بالنسبة للخبر الخاص بالدكتورة راني علواني أيضا وإحنا بنتكلم طبعا أمامنا على الشاشة دكتورة راني علواني وستاذ محمد الجرح اللي بيأم على فكرة هو استاذ محمد ضماطي بدور كبير جدا في تنظيم البطولات اللي بتكون موجودة على أرض النادي الأهلي يعني أكيد ثقة كبيرة جدا من الاتحاد الأفريقية سواء بقى للطيرة والسلة أن يبقى متواجد هذه البطولات على أرض النادي الأهلي والتنظيم الرائع اللي بيقوم به النادي الأهلي واللي بيقوم به طبعا بدور كبير جدا أستاذ محمد ضماطي وأستاذ محمد الجرحي بشكل كبير كل الشكر ليهم مجود كبير زي ما بقولوكم باستثقة الناس في النادي الأهلي وقدراته وعلى التنظيم أعتقد شيء مهم جدا أن احنا رحيل اللاعبين وأن ما فيش أي كلام عن أي راحيل أي لعب في الفترة الحالية أو الفترة القادمة لحين طبعا انتهاء الموسم بشكل كامل لأن النادي الأهلي عنده فترة مهمة جدا هي فترة يعني ختام الدوري وأن انت تنهيه بشكل مميز أيضا فترة الكاس وعندنا مباراة الداخلية القادمة إن شاء الله في كاس مصر أيضا عندنا مباراة مهمة بقى ده في شهر مايو أمام الترجي في بطولة أفرق وأكيد أي كلام بقى عن العيب يمشي العيب يروح العيب ييجي أكيد بقى هيأثر فبالتالي كاتسالح وفيز قطع الشق باليقين بهذه الجزئية إن ما فيش رحيل الكلام عن رحيل أي لاعب هي مجرد اجتهدات وأكيد الصحافة والإعلام لازم يجتهدوا عشان أكيد وإحنا بنتكلم كده لازم الناس تتفرجوا وتبتدي الكلام لكن كاتسالح وفيز كمدير الكرة وقطع الشق باليقين بجزئية هذه الجزئية بجزئية اللعبين وبعض اللعبين أساميهم ممكن يكونوا معرضة إنهم يمشوا أو بعض اللعبين ممكن ييجوا لأ صحافة قال إن ما فيش حاجة من الحاجات دي إحنا مركزين بشكل كبير في جزئية المباراة القادمة سواء بقى الدوري العام أو ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر لأتنين لعيبة دول وأكيد طبعا نادي الأهلي بيعتمد بشكل كبير على أولاده في وقت ملاء وقات سواء بقى في حراس المرمى أو في جميع المراكز معقول يا رب إن شاء الله ربنا يرجعه بالسلامة واحد من اللعبين المميزين بتلفت عصري بشكل مميز جدا طبعا هو تصاب في مباراة تونس الأخيرة في المباراة اللي أقيمت أمام كوستريكا وصيب في الكاحل كل التوفيق لي أنه يرجع بالسلامة يمكن دكتور خالد محمود قال لي أنه بعد تلت أسابيع هيكون جاهز للمشاركة ترجمة نانسي قنقر